معي يا شباب صغير دكتور مسل نور في عندي ميسا ويحاب نعم أهلين فيكم وين البقية شو عداتكم شايفة بتقل الأسبوع هذا مش كتير للمشاركة الطلاب لا دكتور ممكن في ناس موعدها يكون موعد المحاضرة هذا ما بتعرض مع أي محاضرة تانية إنه هذا الجدول المركزي من التسجيل هلا بس هاي شاشة واضحة قدامكم بين اه سمع هلا في استبيان ضروري تعبوا هايو بعد المحاضرة هذا استبيان من التعليم العالي للطلاب هاي حطتكم لينك تابعه شايفينه هبشر عليه ضروري تعبوا بالإضافة هاي فيه طلبة بغيب وكتير غياباتهم يعني مش هداخدين هاي حطيت أسمعهم هلا بديت انتبهوا شايفة نزلتلكم هون ووظيفتين فيه الوظيفة رقم واحد ووظيفة رقم تنين هادول فيه فيديو قبلهم هذا الفيديو بوضح لك كيف ترفع لي الوظيفة دكتور نعم هسا اللي ما في عنده لابتوب هذا ما مش بحاجة لابتوب حتى الوظيفة اه انا هين من التلفون من التلفون بتقدر تدخل على الوظيفة في بيجي جي مربع صغير بتجاوب فيها وتجاوب على الوظيفة بتتكلم عنها بتقرأ عنها وتجاوب علىها بتكتب كتابة او بتقدر تحل على ورقة بتصورها وترفع ليها الوظيفة بيسير مش بحاجة لابتوب يعني بكل الأحوال دكتور انا هسا قبل افوت على المحاضرة بعفتلك الوظيفة الاولى اه يعني تقدر تشوف اذا ما يقدمك ايه بكبس على الوظيفة الاولى انا من عندي هون ايه في واحد ايه وانت معبيها انت الوحيد اللي مجاوب عليها ايه من هون بتبين عندي ايه عند اسمك ايهاب اه ايه الوظيفة ايه مفهوم الحكومة الالكترونية انت كاتب كامل هذا بشوفه عادي يعني صحيح ما فيه اي مشكلة لا لابتوب ولا ايش يعني تقدر من التلفون تجاوب عليها وترفعها طيب هلا فيه عندكم وظيفتين ضروري تحلول اياهم هدول من هون لابل خمسة عشر اربع هلا عشان تكونوا التعليمات صدرت انه فيه تلاتين علامة التعليم الالكتروني هدول خلال الفترة هاي حطيت فيه منهم وظيفة اولى هايها فيه وظيفة تانية وحيكون فيه عندكم كوز قصير multiple choice يوم التنين القادم مثل اليوم بالوحدة الاولى اللي اخدناها ياما كنا نداوم اللي هي الانترنت والخدمات الالكترونية فحيكون عندنا التنين القادم مثل اليوم خلال المحاضرة هخلي عشر دقائق اسوي كوز multiple choice بس انت ما عليك الا تقرأ هاي الوحدة الاولى تقرأها تصفحك شو حتكون سؤال واربع جباة تختار منهم عشر جباة عشر multiple choice مباشرة فحيكون سير هذا مطلوب مننا لازم يكون فيه عندنا وظائف تقارير هذا عليك حيكون تلاتين علامة اوكي هذا يجي قرار المجلس العمدة انه اللي هو كان يوم الجمعة السابق اوكي فرجاء الجميع سمعني الوظيفة الاولى والتاني هاي هم الدامة هلا اذا مش عارف تحملهم هنحطط لك فيديو هون بشرح لك كيف ترفع الوظيفة هلا بالنسبة لالإكسل الأكسز نزلت لك فيديو هين هاي هم تنين بشرح لك كيف تعامل مع الأكسز اليوم قلت بدي أعطيك اخر محاضرة عشان سكن موضوع قواعد البيانات هصوي تطبيق كامل فحبدأ فيه مباشرة التطبيق هاي قدامكم هاي برنامج الأكسز أظن الكل شايف معاينتو اها طيب حبدأ مثال غير المثال اللي أخدنا مثال كامل من أول ما أخدنا نعني خليني نقول نصف عبدنا أو أكثر عشان نجاوب يعني هلا أول ما تفتح برنامج الأكسز بتروح على من القائمة تختار مايكروسوفت أوفيس تختار منها الأكسز تفتح عليك هاي الشاشة الأول أنواع إحنا نصمم داتاباز من الصفر من الكراش يعني باجي بختار بلانج داتاباز باجي بعطي اسم للداتاباز باجي بقول بدي أسميها جي بيو هاي جي بيو هون عربي خليني نكتب نبليزي جي بيو أوكي بحدد مكانها اخترت من هون وين بدي أخزنها بدي أجي أخزنها هون على الدسكتوب وباجي بقول له أوكي إذا حددت وين مكان بخزنها بالإضافة شو اسمها وباجي بقول له create هاي بيعطيك الشاشة الرئيسية هاي الشاشة رئيسية أوكي الشاشة الرئيسية فاضية فيه شي ولا إشي فيها فأنت أول وحكيين المرة اللي فاتت أو محاضرات السابقة في الأكسس أول شي بتروح بتصمم الجداول نيجي على هون عندك الشاشة الرئيسية فيه شي اسمه create أول إشي بنختار الجداول هل هنا فيه أكثر من طريقة أنا بدأختار الطريقة اللي هي طريقة التصميم اللي هي أسرع وأسهل فباجي باختار table design هل هنا أنا بصمم جدول لبنك فيه عندي تلت جداول فيه جدول اسمه العملاء فيه جدول اسمه الحسابات وفيه جدول اللي هي العملية هي السحب أو الإيداع أوكي أول جدول جدول إيجلك تعملين بس بدأصمم تلت جداول جدول للعملاء للبنك لسو قاعة بيانات لبنك قاعة لبنك لبنك تمام فبنك يعني قاعة لبيانات صغيرة فبدي أصمم أول جدول للعملاء اللي هم الزبائن الزبائن البنك فهون بدي أأجي أكتب هون رقم العميل لاحظوا أنني بشتغل وتفرجوا معي رقم العميل بدي يكون رقم بدي بدي يكون تيكست الجنس أوكي تيكست أوكي بعدين العنوان هاي كمان تيكست و في بيانات تانية رقم الهاتف مثلا هاي رقم الهاتف تنسوش حكينا كل جدول لازم يكون مفتاح مين بدي يكون فيهم المفتاح اللي هو رقم العميل باجي بحط مفتاح وباجي بعد ما خلص بكبس عشارة السيف حيسألي شو اسم الجدول بدي أسمي العميل هاي أول جدول وباجي بقول له أوكي هاي صمم لي باجي بدي أنش جدول جديد برجع create أنا بدي أسوي جدول آخر أسمي الحسابات رقم الحساب من نوع رقم اسم الحساب تيكست نوع الحساب هاي كمان تيكست هلا رقم الحساب هو المفتاح بدي أحطه بدي أسيف أسمي الحساب دكتور في مجال تعدنا بس شو فايدية المفتاح المفتاح نحكينا كل جدول لازم كل مفتاح ليش حتى تستطيع تصل للبيانات داخل الجدول كيف تصل للبيانات الجدول من خلال المفتاح وجاي البيت أو السيارة كيف تدخل جوه السيارة أو جوه البيت بدك مفتاح المفتاح بداخل جوه السيارة أو جوه فأي جدول حتى تستطيع الوصول للبيانات جوه بك توصل من خلال المفتاح فلازم يكون أحد الحقول يكون مفتاح دكتور رامان تدخل شو لك عن قبل هذا جدول العميل رقم العميل اسمه جنسه رقم تلفونه الحساب أنواع الحسابات حساب جاري حساب توفير حساب رواتب كل الحساب إلو رقم وإلو اسم وإلو نوع أوكي حسنا بدي أسوي كمان جدول جديد برو على كرييت بدي أصمم كمان جدول آخر هذا الجدول اللي هو مثلا بدي أسميه جدول الإيداع أو السحب بدك إياه أو نسميه العملية هلا عشان تسوي العملية أنت بدك رقم حسابك ورقم العميل يعني أنت كل العميل إلو رقم عندك وبدك شو الحساب لأنه ممكن كل الحساب أكثر من العميل أكثر من حساب فكل الحساب إلو رقم صح ولا لا فبالتالي أنا هون في هذا الحساب اللي هو لسير العملية رقم العميل بعدين رقم الحساب أوكي تاريخ العملية العملية والقيمة أوكي هلأ رقم الحساب بدي يكون رقم ورقم العميل كمان رقم رقم الحساب ورقم العميل التاريخ بدي يكون تاريخ late and time والقيمة بدي يكون رقم أوكي تاريخ العملية رقم هلأ نوع العملية نوع العملية هل هي السحق هاي نوع العملية نوع العملية نوع العملية نوع العملية بدل يكون إيش ممكن أحط يسنو يعني أو خلي text هلأ مين المفتاح هلأ لاحظ هدون الثلاثة مع بعض هما المفتاح أوكي ثلاثة مع بعض رقم العملية ما رقم العميل ما بدل سوي مفتاح لحاله ورقم الحساب ما بيصير إنه موجودات هون هلأ بصابة بسوي save بدأ سمي هون العملية جدور العملية أوكي هذا أول خطوة الخطوة التي تليها قبل ما عابل بالبيانات لازم نروح أسوي العلاقات أنا سويت العميل والحساب والعملية العلاقات فيش حكينا هون هايو فيش اسمه relationship بظهر الجداول اللي أنا صممتها هاي الحساب وهاي العملية وهاي العميل سكرهم هاي العميل وهاي العملية وهاي الحساب هلأ بربط المفتاح رقم الحساب مع رقم الحساب من هون اللي هون وباجي بختار هذور الثلاث وبقول له create هاي بدونهم حتة هاي لسه هاي create وباجي بختار رقم العميل مع رقم العميل هون هاي بختارهم حتى خليلي أسوي لهم استنى هون هاي delete yes فيه شغلة بدي مهمة هاي في الديزاين هاي العملية الغير المفاتيح هدول اللي ألاحظ إلغاءهم نفس الفكرة رقم العميل هون في عندي خاصية required هاي انتو ما لكم فيها عشان بس بس أكبر الشاشة هاي yes duplicate أوكي وفي رقم الحساب yes duplicate أوكي بس هاي بدأ سويها ومعدين بحدد الثلاثة مفتاح هاي يعني أوكي هاي رقم الحساب هون مفتاح ثانوي مع رقم الحساب هاي create ورقم العميل مع رقم العميل هاي create أوكي هاي كمان save بنرجع على بعد إذن أول إشي سوينا الجداول ربطنا الجداول ألا بنرجع بنرجع جد جد دون العميل منعبي بيانات كم نعبي بيانات تيجع كل جدول بتقول له إيش view أوكي هاي مثلا ناخد بيانات عن رقم العميل واحد اسمه علي mail خلينا ناخد بالانجليزي هون طلعي أوكي هاي علي بس أغير أوكي دكتور دكتور انت شلت الاسم كامل يا دكتور نعم عملت الاسم كامل أوكي نبدأ من أول جديد هاي واحد هاي علي أنا شطط العمود أوكي كنترول زد نعم أنا ما بدي سوء ارجع من لي view وعمل إلي close all استنى هدول نرجع للحساب أوكي هاي العميل عفوا خلينا نرجع التصميم ايو بالضبط نراف من التصميم نأ أنا معقول شطبتون التصميم هاي العميل موجود هاي design view آآ آآ هاي اسم العميل عالسري اسم العميل هون تكست هاي save هاي هون ارجع view أوكي هاي واحد هاي علي هاي mail عنوان سكان عمال 079634 أوكي هاي كمان عميل تاني اسم هاي مونة هاي female هاي سكان عمال هاي 0775 خمس أوكي أوكي لنفترض إنه هاي data وهي كمان 3 ادخال data هاي email سكان زر هاي سكان زر 077 077 أوكي إلا نفترض هاي دخلت بيانات 3 عملاء نجعل حسابات نفس الإشي نعطيه رقم الحساب مثلا 101 اسم الحساب مثلا saving نوع الحساب مثلا اس 101 مثلا حساب تاني 102 employee نسمي E 101 واحد لنفترض أنواع حسابات مختلفة نيجي هلا على العملية لاحظ انتبه معي النقطة العملية لما تيجي دخل أرقام ما بصير يدخل أرقام من عندك لازم أرقام هو هذا رقم العميل ورقم الحساب بده يرجع ما أخدهم من وين من جدول الحساب وجدول العملية لأنك إنت لا تنسى relation هاي لاحظ انت رقم القيم لازم عشان تكون بالصورة ما بسير تجي تعبي بيانات العملية قبل الحساب والعميل لا لأنه هون القيم اللي هي رقم العلي رقم الحساب بخذها من جدولين تانيا فبدا تكتبه لها النقطة فبالتالي لما باجي بحط رقم العميل باجي اشو حط رقم واحد رقم الحساب 101 تاريخ مثلا اليوم هاي ستة القيم 100 دينار نوع العملية مثلا سحب او دبزة اي دي خلينا اوكي قبلها لاحظ لو جيت قلت له خمسة و 101 تاريخ اليوم لاحظ خمسين كمان دي لاحظ هلا قبلها بس المعلومة هي غلط ليش غلط لانا ما عندي عميل اسمه رقم و 5 واضح الفكرة هاي واضح هاي النقطة فهون احنا عشان نشوف فيه شراءات زيادة من الملع الشغلة كيف انه لما يجي داخل رقم العميل يعطيني جاي مثلا كومبو بوكس كومبو بس يورجيني ايش عملية ادخال البيانات في الجداول صعبة ولا سهلة بتوقع بالنسبة لكم للجميع عملية سهلة ما بتحتاج اي اشي اوكي هلا الخطوة التالية اللي اخذنا بعد هذا بتقدر صمم فورم بتقدر استعمال استعمال وتقارير ميجي خلي الاستعمال اخر اشي بنيجعل فورم الفورم اسهل طريقة بتيجي من من خلال الوزرد بتكبس بتشغل المعالج تختار الجدول بدك تبني عليه مثلا انا بدأ جدول العملاء هاي حط كافة بياناتهم next سوي كومينار مثلا next و finish رحظ هي صمم لي فورم وهاي كمان save بدأ سمي الفورم اسمه ايش هاي العملية بدي اسوي فورم اخر create هاي فورم وزرد بدي ارو على جدول العميل هاي اخترت كل بياناته next next او خليه هذا على شكل tab يلا بدنا نغير الشكل شوي next هاي كمان finish هاي سوى لي شاشة او نموذج للعملاء اوكي هاي كمان save هاي اوكي بدي اصمم كمان form اخر هاي form بستخدام الوزرد بدي اختار لجدول الحسابات اختار كله هاي next بدي استخدمت اول شكل اللي هو tabular بنسوي على شكل data sheet بصير هاي next كمان هاي finish اوكي هاي بسموه الشكل هذا اللي انت شايف هو بيش بهمين بيش بهمين الجدول هذا بسموه على شكل data sheet يعني لاحظ هذا على شكل form commoner هذا على شكل tabular وهذا على شكل data sheet هيكون لديتها عبارة عن نماذج كمان ممكن انت تصمم هاي create خلصنا من اسموه ممكن اسوي اللي هو بيكون اكثر من جدول حكينا عنه تذكروا في المحاضرات السابقة باجي form wizard باجي هلا بدي العميل لاحظ احط مثلا من اكثر من جدول يعني بدي من الجدول ها الجدول العملية اخذ فيه رقم الحساب واسم الحساب والتاريخ خليك كل البيانات بس بدي ارجع اجيب من جدول العميل اسمه وارجع من جدول الحساب اجيب اسم الحساب انا اخذت كل بيانات جدول العملية وبالاضافة جبت اسم العميل واسم الحساب من جدول اخرين هاي next بيعطيك هاي الشاشة اذا بتذكروا اللي حكيناها اللي هي منسميها grouping buy هلا انت بدك بيانات كاملة وبدك ترتبهم حسب الحساب يعني الحساب ومين العمل اللي فيه او العميل وشو الحسابات اللي عنده او تكون هي كل العميل اسم ورسم اي next اختار شكله مثلا next وfinish اصلا شو صار هلا رقم العميل ورقم الحساب وتاريخ والقيمة ونوع العملية هذو كلهم من جدول مين العملية اما اسم العميل رح تجابه من وين من جدول العميل واسم الحساب جابه من جدول الحساب مع انه لاحظ هذا الجدول ما كان بس مكتوب في واحد ومية واحد حتى انت ترتبهم يعني يعني حند الرقم مثلا تقرهم من هون على التصميم دزاين تيجي مثلا بدك عند رقم العميل تحط مثلا هاي اسمه هون تخليه جنبه هيك وبتقدر ايش تصغر عشان توسع هاي حقيت ورقم الحساب تخلي جنبه ايش كمان اسمه جنبه هاي ترجع سوي view form view طلع فصار رقم العميل واسمه جنبه رقم الحساب واسمه تاريخ العملية ونوع العملية واخر العملية ما اتوقعش انها صعبة بالنسبة لكم اذن اخذنا انشاء جداول هاي الثلاث واخذنا كمان ال relation واخذنا انشاء ال form سواء كان مبني على جدول واحد او مبني على اكثر من جدول النقطة التالتة المشرح اليوم هي التقارير التقارير جايما حكينا بدل ما يكون انه يطلع على الشاشة انه بده يكون على الطابعة فبالتالي في هاي الحالة شو بأسوي بأجي على report بادر استخدم ال wizard اي مباشرة ثانية كما استعليق نفس الطريقة بدي أسوي تقرير بال الحسابات اللي عندي اي كامل next بادر اتبع حسب الحساب او نوع الحساب بسويهم grouping او رقم الحساب بأختار بدي اياه next و اذا بدي ارتب ترتيب تصاعد او تنازلي next وشكل التقرير او ممكن اصوي على شكل tabular next و finish لازل تقرير بطلع ارقام الحسابات واسماع وانواع الحسابات ممكن اصوي تقرير اخر اي close اوكي اي التقرير الاول التقرير التاني بنرجع على create كمان على wizard بدي اصوي للعملاء اللي عندي هاي كافة البيانات بعد اما اصوي grouping اما حسب العنوين اللي هم سكان مع بعض او حسب الجنس او ارقام الهاتف انا لا بدي انا اكون عميل تقرير كامل عنهم ترتيب ليهم ترتيب التصاعد حسب اسم العميل واشتوي لي على شكل tabular مثلا next و finish يعطيني اسماء العملاء مرتبين وارقام والجنس والعنوان والهاتف ممكن كمان عندي اصوي كمان تقرير اخر من خلال لاحظ create بروح على report باختار مثلا حسب العمليات اللي صارت عندي اي كل البيانات next بدي حسب نوع العملية سوي لهم grouping يعني العمليات اللي هي مثلا من نوع saving حطوهم مع بعض العمليات اللي هي من نوع مثلا رواتب حطوهم مع بعض اي next وفيه هون الترتيب next وfinish كمان لاحظ انا فيش عندي نوع عملية غير واحد يديه فاعطاني الحسابات اللي هي من نوع دي لاحظ لو في عندي انواع تاني مسويهم فكل نوع بنوع بيسويهم عملية جاي تجميع لهم مع بعض البعض هذا ما يتعلق بالتقارير اللي انتم مطالبين فيه يعني خلينا نقول كل شغلنا عليه وكل اللوت بيكون عليه اللي هي الاستعلامات اللي هي الاستعلام والاستعلام انت بتستعلم ممكن يكون الاستعلام مبني على جدول وكان دي اللحظ هنا كل حتى الفورم لو انا مسوي استعلام بادulla سوي فورم على جدول وباد buna سوي فورم على استعلام كمان التقارير بادャ سوي تقرير على جدول أو تقرير على استعلام فبالنسبة الاستعلامات انها منسمع القويري القويري تتدغل من خلال الڈيزاين او من خلال الوزرد هاي الوزرد يعطيك جاي شاشة بيسألك شو النوع الكويري بالدكية simple بيجي يقول لك على أي استعلام على أي جديد دول بالدكية بيجي مثلا بدي على العملاء هيخ بدي يظهر لي مثلا اسم العميل ويظهر لي الجنس بس next و finish هذا استعلام عطاني فقط الأسماء والجندر أو الجنس طبعا بتسوي شغلات تانية اضيف شروط شغلات انت في الحالة لابد انك ترجع بالنسبة للإستعلامات ترجع على الديزاين من هون هون هي للتابل فالكويري لازم ترجع على اللي هو منسميه التصميم right click تيجي بتقول له design view على جي ما اخذنا سابقا هاي الجدول هون الحقول اللي بديها تظهر هلا مثلا بدي انا فقط الذكور انا حطيت الشرط يكون mail m اوكي بس لو جيت سويت له run للاستعلام من هون اظهر لمين علي موسى ما جاب لي مونة اوكي ايرجع مرتين على التصميم او مثلا بدي الفيميل فقط اف اوكي باجي بسوي run لاحظ شو سوى لي جاب لي مونة وما جاب لي لا علي ولا موسى اوكي هلا انت في مرحلة الاستعلام هون في الاستعلام تقدر تحطوا شروطوا بديك اياها مثلا بديك اذا العميل بدي مثلا اذا بتعرف اي عميل لما تجي تفتح الحساب بطي تاريخ فتح الحساب فبالتالي تجي بتقول والله بدي من اللي هم من العام الفين وعشرين اللي فتح حساباتهم او بدي العملاء اللي عندي اللي هم سكان عمان مثلا لنفط بيجاك رئيسك قال لك والله يسوي لي استعلام بس يجيب لي تبعون العملاء اللي هم سكان عمان فانت هون في هاي الحالة بتنزل العنوان هيك وبتيجي هون في الشرط او الكريتيرا بتقول له ايش عمان اوكي بعد ما تسوي هاي العملية بتروح بتسوي رن لاحظ شو جب لي جب لي علي امنا ليش علي امنا هم سكان ايش عمان في حين انه موسى كان سكان ايش زرق فبالتالي ما حيجيب لك اياها فلاحظ انت شروطك كليتها اللي بدك تحطها بالنسبة عندك موجودة بتقدر تحطها هون بالكريتيريا او مثلا بدك العملاء اللي ارقامهم او مثلا بدي شرطين بدي العميل اللي رقمه واحد او مثلا العملاء اللي ارقامهم اقل من عشرة وسكان عمان تعالوا نجي نشوف نسوران لاحظ ارجع فيه لاحظ بدي لعز الشرطين اقل من عشرة هذا عند الاسم انا حطيت لا هون فيه غلط انتبه هون حطه عند الاسم انا بدي ايش شو بدي اللي رقمه فبنزل هون الرقم وباجي هون بقول له عندي الشرط اقل من عشرة وما بدي رقمه يظهر او خليه يظهر ما فيه مشكلة هيران من العملاء اللي رقمهم اقل من عشرة وسكان عمان عالي ومونة حتى طب موسى رقمه ثلاث بس مهو مش سكان عمان لاحظ فهون انا حطيت مش بس انا حطيت شرطين انا الشرطين الشرط الاول انه يكون سكان عمان والشرط التاني انه يكون رقم العميل اقل من عشرة يعني لاحظتوا مثلا بدي في اسمه او انا متذكر انه جوه اسمه العميل في حرف الاو بس ما معرف وين بس مش اول حرف ولا اخر حرف تذكروا كمان شرط فهل لها الحال لعندي الاسية ايوة قلنا منكتب لايك اه ومنحط ايش برسنتيج ايوة لعلمت اذا انا او start ايش o.start انه بالنص يعني يعني اسم لا مش اول حرف ولا حرف بالظبط ضير عشرة داعي انت بول الوقت ف او بدي يكون او فلاحظ بدون اي شرط تاني رحظ لو سويت ران شو جبلي جبلي موسى وجبلي مونة ليش مونة تاني حرف وموسى تاني حرف في او اوكي بس ما جبلي علي اوكي واضح واضح الفكر طيب انا متذكر انه تاني حرف من اسمه او ما بحط نجمة شو بحط حكينا على السؤال اوكي يعني مش اول حرف تاني حرف او بس انا مش متذكر بيت الحروف كمان هون هيسوي ران جبلي مونة وموسى لانه مونة وموسى تاني حرف من اسمه او اوكي دكتور الحرف اللي بدأ بحط عنه بحطه ورا العلم السؤال اذا انت تاني حرف يعني يعطين مثال عندك شو اللي بدأ تبحث عنه ما شو فيه ثالث اسمه سامر كأنه عالي كان عالي اه مطن اذا تبحث عن واحد اخر حرف في اسم ايش اي صح عارف كم حرف اسمه او مش عارف مش عارف طيب اذا مش عارف بحط start وبحط ايش i شو معنى start يعني اخر حرف من اسمه i بس مش عارف شو عدد حروف اسمه سورا شو جاب لك عالي هلا اذا انت عارف عدد الحروف ما بحط start شو باجي بول انا بعرف اخر حرف من اسمه i واسمه من ثلاث حروف عالمتين استفهام هو اسمه من ثلاث حروف العالم استفهام نقوله للحرف الاول علامتين استفهام للحرف التاني والi لمين للحرف التالت هاي سويت ران كمان هاي اعطاني عادي اول شي ملت start اخذ اخر حرف يعني start لا الاي محطوطه بعد start فالاي يعني اخر حرف عندي اي بس بعرف شو الحروف اللي قبله هاي معناها واضحة الصورة هلا مثلا ممكن مسلا بدك العنوان مسلا سكان عمان او اربد مسلا اوكي باجي هون بقول له في الكريتيريا الشرط سكان عمان وباجي او يعني اذا فيه شغلة تانية اربد ماشي تعال سورا جاب لي سكان عمان لانا ما عندي ولا واحد ايش في اربد لنفترض لنفترض لورجونا على جدول العميل ضفنا عميل اربعة اسمه محمد هاي ميل سكان ايش اربد اوكي وهي تلفون اوكي وهي سوينا سيف بنرجع على الاستعلام تبعي هاي التصميم شو قلنا سكان عمان ايش او اربد صح ولا لا باجي بسوران شو جاب لي جاب لي سكان عمان او اربد بحسطوا يعني سهل جدا بدي بس تعرف دائما انه شروطك دائما بتكون هاي المنطقة كمان مثلا بدي انا استعلم عن عميل معين مثلا تذكر اللي حكينا نستخدم علامة الحصر انتر the number وشكرت علامة ايش الحصر على هذا الاستعلام باجي اساوي الوران بولي دخل رقم العميل دخلت له واحد شو جاب لي علي ارجع على التصميم هاي كمان مرة دخلت له رقم تنين شو صار يجيب لي مون صح كمان مرة هاي سويت رن قلت له اعطيني رقم ثلاث هاي موسى اوكي هذا خلينا ارجع على التصميم ضيل معنا اربع دقائق هلا هذا التصميم او هذا الكويري بدي اخزنه ها سيف هاي خزن لي اوكي طيب هاي لاحظوا شو بدي اسوي فورم على كويري يعني ارجع هون اجي اصمم فورم باستخدام الوزر بس المرة هاي شو بدي اصوي بدي اصوي عبارة عن كويري ما بدي اخد تابل لاحظ في تابل وفي كوير اخذ كوير اخذتهم كلهم next next وهاي finish لاحظ هذا الفورم اول ما يفتح بطلع الجاي صندوق باج بحط بقول ادخل رقم العمين هاي واحد enter بجيب لي بياناته حاسوا كيف صارت الشغلة احلى ففي ها الامور يعني واضح الفكرة فهذا الفورم هاي سكرت هذا رجعت مثلا هاي F5 على العمين اوكي فبدي اوصل لك الصورة انك تستطيع من خلال الفورم او الريبورت بنيهم على اما على جداول او على تقارير عفو على كويري استعلامات واضح الفكرة هلا ممكن يكون الجدول في الاخر وقت بيت اتطرق اليها في الوقت المقال بدي اشتب جدول معين باجي بأشر عليها او او اشتب رجوع طب بدي اظهر الجداول المرة تانية في عندك هون show table اوكي مثلا بدي اظهر كل الجداول هي اد والعملية والعملية اوكي هلا مثلا بدي اسم الحساب من جدول الحساب وبيدي اسم العميل من جدول العميل وبيدي تاريخ العملية اللي سواها وشو قيمتها بس يعني لعصة ويت استعلام مبني على كم جدول تلات جداول جيبت اسم الحساب واسم العميل من جدول تاني وتاريخ العملية والقيمة من هذا الجدول ماشي وبعد ما خلصت جيت هون اوكي هاي سيف هاي ران شو سوالي اسم الحساب سيبين سواها علي بتاريخ كذا بقيمة 100 دينا واضحة الفكرة يعني الامور مش صعبة يعني بتقدر تبني على اكثر مجاب بندل كمان حط سروط هلا مثلا بدا عدل بد الشرط بد القيم اللي هما فوق 50 دينار اكبر من قيمة العملية من 50 دينار بيجي مدير بقولك بقولك ورجين العمليات اليوم اللي سووا مثلا ايه داع قيمتهم فوق 200 دينار او فوق 2000 دينار او فوق 100 1000 دينار هاي اسئلة يعني لاحظوا احنا كل شغلنا على الديتابيز يعني احنا ندخل الارقام الحسابات وخزا بس كل شغلنا هي استعلامات كويري حتلاحظ انه كمي كبير من من شغلك هو كويري يعني مدراءك بتنطب انك تعطينا العمليات شو سو شو سعب من اي منطق سعب من اكثر فرع بيتم عليه السعب فكل عبارة عن مجموعة ضخمة من الاسئلة هاي الاسئلة لا بد من الاجابة عليها واضح الامور هذا اللي حط طالبك فيه بالنسبة لقواعد البيانات فالمطلوب منك انك تقرأ السلايدات اللي عندك الثلاث ونرجع نسوي شيرينج اللي هو المادة تبعتناها يشير هاي الرجام من الجميع هاي الامور الاسبوع حاد والاسبوع الجاي مطلوب منك شغل يعني مش بحاجة الالتوب ولا ايش كله بتتم من خلال التلفون تبعك اللي اول شغلة اللي يجو من الدخل او دخل متأخرين في عندك هون كل شايف معي مضبوط في استبيان بتخل تعبوا لي هاي هاي عشان تكونوا بالصورة هناك في جه هيكون بونس جه علمات زيادة اللي بدخل على الصفحة نفسها في كل مادة اللي بيفتح هاي الشغلات اللي بشوف الفيديوهات منه هون اللي بنزل صليدات في جاي بونس حيجيله زيادة بيبين عنا اللي حاليا سوين جاي خدمة انه الطالب شو العمليات اللي بيسويها يعني بيبين عنا والله فتح هاي نزل قواعد البيانات قراء الملف هاد شاف الفيديو هاد فرجاء هاي اول شغلة اللي هو الاستبيان في طلاب بيغيبوا رجاء بلغوهم يعني حضور الغياب صار أوتوماتيكلي ماذا بكتوا مع وراء ولا اشي تلقائي يعني بيين عندي مين كان يدخل مين ما كان يدخل احضر المحاضرات الفيديو هاي قدامك اللي في عندك وظيفتين هاي هادول معك الديدلان 15 4 بيخلصوا الوظيفة الاولى ما عادي بتكلم واحد عن مفهوم واشي عن الحكومة الالكترونية وواحد بتكلم عن التعليم الالكتروني دكتور 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 يوم كتابه مصورة ولا بيطأ ونكاف لا لا يا انتي بتكتبعها وراء بتصوريها وبعدين بترفعي لنا إياها يا انتي بتكتبهم انتي بتكتب لك يعني كم سطر على شو مفهوم الحكومة الالكترونية من عندك ما تجيب لي النصليدات اللي أنا نشرحها بدي من عندكم تدخل عني تفهم شو معنى الحكومة الالكترونية شو بيحكو أنا مفهومة مطلوبة عن اللحظ الوظيفة لو كبست عليها هاي كتاب التقلي حول الحكومة مكتنيشة شو مفهومة وخصائصها وميزاتها وطرقها هاي في طالب يمسلمني اوكي فرجاء يعني هدول ضروري يعني طور في فيديو شريح كيف نرفحهم ها هتطلق أنا فيديو هاي يقبلها فيديو يوضح رفع الوظائف الواجبات في زمين لكم طالب هذا الفيديو ادخل عليه بورجيك كيف ترفع ليها للكل لكل المواد مش شرط لا 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 لكل المواد مش عندي هذا فيديو مسويينه احنا في الجامعة خلينا واحد من الطلاب يدخل وصيروا هذا هلا الاكسس شرح